اقول حاجة بس بعيدة عن نادي الزمالك وانا يعني بناشد فيها ربطة الاندية ووزارة الدخلية النادي المصري البورسعيدي من الاندية الشعبية اللي لها تاريخ كبير جدا جدا في كرة القدم ويا ما قدمت مواهب في كرة القدم على مر العصور يمكن على يعني على لعيب اكبار زي موسعد نور مثلا اينو انا شخصيا تزملت في منتخب مصر الوليمبي ولعبنا الدورة الوليمبية في برشلونة مع واحد من نجوم بورسعيد ابراهيم المصري الفريق وصل للمبرارة النهائية لكاس الربطة يوم السبت امام فريق سيراميكا كليوباترا هيكون موافق يوم 22 تمام النادي المصري وجمهوره بيعشق كرة القدم عاشق لكرة القدم بيروحوا من بورسعيد يعدوا على القاهرة ويروحوا من القاهرة يروحوا رايحين على برج العرب عشان يشجعوا فرقتهم النادي الاهلي النهاردة سمح لي عشان يحتفل بدرع الدوري بعشر تلاف متفرج تمام بل كمان ازيدكم من شعر بيت النهاردة أسر اللاعبين موجودة في الملعب قبل قبل الحصول على درع الدوري العام عكس اللي حصل مع الزمالك مش دي قصتي لكن في النهاية سمح لجمهور النادي الاهلي بعشر تلاف زي برضو ما الامن وافق في دوري المجموعات لأول مرة على دخول خمسين الف متفرج أمام الهلال السوداني شيء كويس ان الامن وان ربطة الاندية تكون في ظهر الاندية الشعبية النهاردة النادي المصري من الاندية الشعبية اللي فضله في كرة القدم وفي الدوري العام المصري بتطالب بزيادة عدد الجماهير لابد ان احنا نسعى دائما لاسعاد الجمهور المصري مش لجمهور النادي المصري اسعاد الجمهور المصري بمختلف انتماءاته عايز تسعد جمهور الاهلي اتفضل عايز حضرك تسعد جمهور الزمالك اتفضل عايز تسعد جمهور المصري اللي بقاله سنين ما بيوصلش لانهاء بطولة وعنده امل كبير انه يفوز بيها النادي المصري مثلا وصل للنهائية كاس مصر امام الاهلي احمد فتحي جاب جن في الوقت ضايع اعتقد وكسب البطولة برضو وصل لعب السوبر امام النادي الاهلي في الامارات وخسر البطولة كان بيعاني من اجل المقاء ابتدى يعمل نتائج طيبة النهاردة الاول مرة يصل المباراة نهية هو فريق سيراميكا ممكن تسمح لجمهور سيراميكا كيليوباترا اللي بيشتغل في مصانع الحج محمد ابو العينين مثلا او في قنوات ساطة البلد يروحوا يتفرجوا على المطش ويسندوا فرقتهم وتسمح لجمهور النادي المصري اللي بالالاف والالاف زود العدد ايه المشكلة ليه بترفض زيادة العدد ليه ترفض اسعاد الجماهير يعني دول ما بيوصلوش نهائي غير كل فين وفين فالناس النهاردة برسعيد بتكتسب اللون الاخضر كل اللي يفت ومنتظرين هذا اللقاء اسعد جمهور المصري اسمح له بدخول المباراة اسمح له يكون في ظهر فرقته فيه وقت مهم جدا ما بيحصلش كتير ان الفريق يصل لمباراة نائية ومباراة رسمية في بطولة قد تؤهله لكاس النخبة اللي هو السوبر المصري بشكله الجديد بطل الدوري بطل الكاس بطل كاس الرابطة والفريق الرابع بيكون بطاقة بيختارها اللجنة المنظمة على حسب الشعبية وعلى حسب البطولة دي هتكون عايزة فريق مين تمام؟ تمنى ان الصوت يسمع يعني هما كانوا سامحين مش عارف بتلاتة زودوا النهار ده خمسة يعني انا اسمح للاهلي بعشر تلاف في مطش ودي مع حرس الحدود واسمح للمصري برج العرب بخمس تلاف وهي مطش نهائي كاس رابطة مع احترامي يعني يعني حضرتك على الاقل دي هم عشر تلاف على الاقل يعني ده كان طلب وده من منبر زمالكاوي بيساند الاندية الشعبية وده دول قناة نادي الزمالك منذ انفوتي حد ان احنا يكون في ظهر الاسماعيلي ونتمنا له انه ما ينزلش زي ما البعض اتمنى ان هو ينزل وهنا احتفلنا بالنادي الاسماعيلي بعد فوزه على الدخلية وتأكد بقاءه في الدوري احتفلنا وقونا يا اسماعلي يا اسماعلي والنهار ده بظهر النادي المصري واكيد كلنا حزانة على نزول اسوان والمحلة لان دي اندية شعبية وسعداء بصعود البلدية اكتر من سعود اي نادي استثماري لان كرة القدم خلقت من اجل الجماهير فقط مش من اجل رجل اعمال ولا من اجل نادي محدش بيشجعه لا كرة القدم بتسعد الشعوب كرة القدم هي متعة للشعوب كرة القدم هي للانتماءات للجماهيرية للتواجد الجماهيري لسعادة سعادة الشعب من خلال الجمهور دي كان طلب بس طلبوا مني جمهور عريض وهو جمهور النادي المصري وايضا طلب من الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي المصري اتمنى ان بس الصوت يسمع وان من خمس تلاف زودوها يا سيدي سبعة تلاف تمن تلاف لان جمهور المصري بالعشرين الف عايز يحضر وعايز يكون سعيد اشتركوا في القناة